السلام عليكم أصدقائي أنا الزار وبرحب فيكم في قناتي الزار رفيوز أهلاً وسهلاً بالجميع وكالعادة بذكر لا ننسى أهلنا في فلسطين من الدعاء الله يزيكم الخير أعتقد شركة آنر قدرت تقدم هاتف جديد يعني الليفل تبعه بالنسبة لي هو مفروض انه بين الفلاكشب وبين الهاتف متوسط بس بحسه أقرب للفلاكشب رح أحكي لكم ليش هتشوفوا المواصفات تشوفوا الأداء تشوفوا كيف الكاميرا كانت وانتوا بعدين بتقرروا لما تسمعوا السعر في الآخر إن شاء الله معاي اليوم هاتف الأنر 200 برو شوفوا المواصفات اسمعوا التجربة بعدين قارنوها بالسعر اللي حتسمعوه واتذكر هواتف يعني من فئة سعرية مقاربة وشوفوا مين أفضل وكالعادة ببلش بالتصميم إذا انت عمرك جربت هواتف آنر 50 آنر 70 يعني هاي الفئة رح تعرف انه بالعادة رح تأخذ تصميم حلو تصميم نوعا ما نحيف بروز كاميرات خفيف فيه كيرفز على الجسم من الخلف وعلى الشاشة من الأمام بتخلي مسكة هذا الجهاز فخمة ومريحة الإحساس دائما رائع فالتصميم بالنسبة لي يمكن ما تشوف تصميم جديد لكن تصميم جميل بعدين اللون الأبيض أنا بصراحة اللون الأبيض أعشقه ولما عملوا جزيرة الكاميرات لونها أسود فالأسود مع الأبيض طالع مش معقول اللون هون مش أبيض أبيض أنا بدي سميه رخامي يعني فيه عاملين حركات باللون تحطيك إحساس الرخام وهذا فخم يعني شكلا فخم سماكت الجهاز 8.2 مليمتر وزن الجهاز 199 غرام يملك معيار الأبي 65 الإطار بلاستيك ويدعم الشحن اللاسلكي حتى لو تطلع لي من الأمام حتلاقي الشاشة بحواف يعني صغيرة جدا جدا والكاميرا جايب بالنص وهذا مكان بصراحة دائما مناسب فالشكل عن جد حلو وعلى سيرة الشاشة هاي الشاشة متميزة وعندي عليها فقط سلبية وحدة رح أحكيه الشاشة 6.78% إنش OLED بتردد 120 هرتز تدعم مليار لون والسطوع في أعلى درجة يصل إلى 4000 نتس وهذا رقم ممتاز جدا ومش بس هيك الشاشة عندها شهادات من TUV رينلاند ومأخذي شهادة من DXO Mark الGolden Display أو Gold Display لأنه عن جد شاشة مرتبة رح تحمي عينك رح تحمي عينك من الفلكر من الألوان اللون الأزرق الفلكر أو الديمينغ رح تكون عندها تردد 3840 هرتز وهذا رقم صراحة ممتاز جدا ففعلياً هي الشاشة مهيئة إنك تحضر محتوى كثير عليها وألوان هاي الشاشة كثير حلوة وأعتقد إنه Honor استخدمت الآي آي أو الذكاء الاصطناعي بتحسين الألوان وحسب شو بتحضر على إيش بتطلع تكون الألوان مناسبة وفي ميزة جانبية بدي أحكيها لو كانوا أصابعك مبلولين رح تقدر تستخدم الشاشة بالTouch يعني الميزة الوحيدة اللي أنا أفتقدها في هاي الشاشة إنه الشاشة تكون LTPO ترددها يكون من 1 إلى 120 هرتز مش موجودوهم موجودة في الماجيك 6 برو أما النظام فهو أندرويد 14 عليه الماجيك أو أس 8 أنا أعتقد إنه النظام كل مرة بيتحسن النظام كثير ثابت إنت خلص تتعارف شو تتوقع من هذا النظام ضافوا له كثير ميزة حلوة عجبتني أنا على الأقل اسمه الPortal Magic هذا الPortal Magic بيخلي استخدامك للجهاز أسهل وأسرع مثلا عندك صورة بدك تشيرها على السوشيال ميديا أو بدك تبعثها على الإيميل بالعادة كنا شو نسوي ممكن تعمل إليها شير وتقول يلا إيميل أو تفتح الإيميل وبيبلش تعمل Attach تمسك الصورة هسه بتضلك ضغط عليها وبتسحب على الجنب بيطلع لك بار فيه كل التطبيقات اللي بدك إياها ترمي على التطبيق شغال التطبيق إما برفعه أبلود إما إيميل بيجاهزه بالبادي بس ابعت فالماجيك بورتل ممتاز جدا وهذا مش بس بتعلق بالصور بتعلق أيضا بالفيديو وبتعلق أيضا إذا مثلا أنت بتقرأ أرتيكل وعجبتك مثلا مقطع أو فقرة بتضللها وبتسحبها بنفس الطريقة وبترميها هناك فالماجيك بورتل أعتقد للناس اللي بيحب البرودكتيفتي يكونوا فاعلين وعمليين جدا هيساعدكم كثير وفيه أشياء كثير بالنظام يعني مش راح أحددلها بس وقت لأنه كثير شغلات ممكن تشتغل عليها أنا بس بتمنى بالموضوع النظام موضوع الآيقونات يشتغل عليه أكثر والثيمينج بحيث أقدر أعمل أنا كاستمايزيشن أكثر لحتى الشكل يكون أجمل بالنسبة اللي بعيني هذا أنا الطلبي من آنر أما بالنسبة للأداء عشان الأداء حكتلكم فلاكشب ليش لأنه عليه معالج سناب دراجون ثمانية أسأل جيل الثالث هذا المعالج يعني عشان تقدر تتصور بيشبه مين بيشبه بأداءه سناب دراجون ثمانية الجيل الثاني يعني معالج فلاكشب رسمي الأداء هون ممتاز جدا الألعاب تقدر تشغل معظم الألعاب يعني اللي شغلتها ما كان عندي فيها أي مشاكل ما بعرف عن لعبة ما شتغلت هون أكيد مش راح أجربه الألعاب ولكن جرفت أشهر الألعاب بيشتغلوا بسلاسة اللعبة هتكون حلوة ما حسيت بحرارة يمكن أنا ما يعني ضغطتوا بالألعاب كثير ساعة و ساعتين ولكن أنا ضغطتوا بالتصوير وكان في حرارة بس ما تأثر أداء الجهاز لما تصورت بتحت الشمس بالحر 4K الجهاز راح يحمى نعم أكيد لكن هذا ما أثر على الأداء فأنا بعتقد أنه أداءك وشغلك حيكون طبيعي إلا إذا حطيته في وضع يكون صعب حتى على البداء ذي يكون صعب فالأداء ممتاز أحيانا كنت أحس إنه فيه هيك إشي فريز صار على الشاشة أحيانا إنه أنا بضغط على التطبيق بتشغله ما أشتغل بضغط المرة الثانية أشتغل ما قدت حتى أصورها يعني ما قدت أعيد السيناريو بس لكن صارت معي هاي وإذا بدأ أقارنه مع الماجيك 6 برو بأنه هداك فلاكشب هداك أسلس أكيد فيعني هون فيه الاختلاف برضو سعره مش نفس سعر هذا الجهاز أذكر هاي النقطة الساعات ببلش مئتين ستو خمسين وحتوقت خمسين واثناش النسخة اللي عندي خمسين واثناش مع 12 جيجابايت رام البي دي دي آر فايف اكس فالرام ممتاز وكبير والساعات سريعة والآن بدنا نروح لمن؟ للكاميرات كل تركيز آنر بهذا الجهاز أنا بشوفهنه الكاميرات كل حملة دعائية لكاميرات ليش؟ لأنه فيه تعاون ممتاز أنا بصراحة بالعادي التعاونات بحسش إنه بتفيد ولكن أنا جربت وعرضت لكو إذا بتتابعوني على إنستجرام عرضت لكو الصور جربتها بهذا الجهاز في استوديو احترافي باستخدام الفلاتر أو الأوضاع اللي تعاونوا فيها مع مين؟ مع استوديو هاركورت الفرنسي في باريس في عندك أوضاع في هذا الجهاز لما تدخل صور بورتري بالتعاون مع هاركورت ثلاث أوضاع أبيض وأسود ملون فيبرانت وفيه لون أخير طبيعي أنا جربتهم والنتائج حفرجيكم الصور هون تصورت في دبي وتصورت في الأردن النتائج حلوة عن جد حلوة فمع إنارة ممتازة وهاي المودز هتوخد تصوير بورتري رائع جدا وبشكل عام إذا بديش أحكي عن البورتري عندك كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل عندك كاميرا تليفوتو 50 ميجابيكسل عندك كاميرا أمامية 50 ميجابيكسل عندك ثلاث كاميرات 50 ميجابيكسل الحساس ممتاز الـ H9000 حساس 1 على 1.3 إنش بصراحة ممتاز الأداء التصوير الفوتوغرافي في معظم الأحيان أخد أربع صور ممتازة صورة عريضة صورة 1X وصورة 2X وصورة 2.5X كلهم فيهم تفاصيل ألوان حلوة دايناميكري جيد جدا فأنا بعتقد أنه تجربة التصوير جيدة جدا وتجربة البورتري أعتقد أنها ممتازة جدا طبعا فيه OIS وفيه EIS وموضوع التثبيت حتشوفوا لما أعرضتكم الفيديو بس خلونا نكمل على التصوير كاميرات السيلفي تفاصيلها ممتازة بس البورتري اللي بتأخذه من الكاميرا الأساسية مع فلاتر الهاركورت إشي رائع جدا وانتوا شوفوا الصور وانتوا أحكم أقل كاميرا دقة هي الكاميرا العريضة 12 ميجابيكسل واضح لأنها مش 50 ميجابيكسل هي أقل كاميرا دقة لكنها مش سيئة أبدا لكنها ليست أفضل من كاميرا الأساسية أبدا بعض الناس هيحكولي طب سيزار احنا أوكي بنصور بورتري بس مش كل مرة بنروح على الستوديو ونجيب إنارة احترافية مضبوط عشان تأخذ أفضل تصوير يعني كانت تجربة الستوديو مع إنارة احترافية ولكن أنا برضو صورت بالشارع اللي هي الإنارة الطبيعية صورت بالليل تقدر تأخذ صور حلوة انتوا شوفوا الصور اللي أنا صورتها بالشوارع وحكولي فعليا أنا عجبتني الصور بالذات للبورتري فمش دائما يعني حتأخذ إنارة وتدور على إنارة لكن مهم جدا إذا بدك تأخذ أفضل تصوير تروح تدور على إنارة ممتازة جدا العز الرائع الألوان حلوة والديناميك ريج جيز جدا وهذا بينقلني للفيديو توقعت ما في تركيز على الفيديو توقعت يعني فيديو تكون في حركة في فوكس بيعمل هانتنج مرة هون مرة هون مرة هون اللي شفته من الفيديو أعجبني صدقا حسيت حالي عن جد عندي كاميرا فلاك شب أنا بدأ فرجيكوا الفيديو وإحكوا منتوا على الفيديو تفضلوا السلام عليكم أصدقائي آنر 200 برو كاميرا الأمامية بقدر أصور فيديو فول اتش دي 30 فريم و60 فريم بقدر أصور فيديو 4K 30 فريم و60 فريم حاليا نصور فول اتش دي ونجرب الكاميرا تعني شوف خيارات أخرى طبعا ممكن أعمل هاي الحركة بعد أقرب أثناء التصوير أصدقائي هذا 4K 30 فريم ما بقدر أصور 60 فريم مش مشكلة لكن 4K 30 فريم شو رأيكم بالتصوير طبعا نقدر نعمل نفس الحركة اللي هي عريض وعادي ونكمل هذا فيديو فول اتش دي 30 فريم بالكاميرا العريضة طبعا من الكاميرا العريضة بتقدر تتحول للكاميرا الأساسية الواحد اكس زي هيك زي ما انتو شايفين حاليا خيارات التصوير كثيرة كالعادة بهمني اللون بهمني الدايناميك رينج التثبيت الفوكس كل هذا بهمني وهي كمان بدي أعمل زوم ثلاثة اكس زوم أصور بالفيديو فول اتش دي شو رأيكم تعالوا نشوف الفور كي أصدقائي هذا فور كي 30 فريم ما بصور 60 فريم جهاز ام انتو شايفين ام ما في حتى خيار تثبيت اعتقد ان الفوتج ثابت نوعا ما ما في خيار من فعل التثبيت او ما تفعل التثبيت اعتقد انه مثبت انتو شو رأيكم انا عمالي بمشي حاليا كيف شايفين الانارة التثبيت الالوان وان هذه الشمس there you go بتقدر صبعا تروح عريض اثناء تصير فور كي بتقدر تروح واحد اكس وبتقدر تروح كمان ثلاث اكس خبروني شو رأيكم فمن يوم طالع اللي بدي يدور على جهاز سعره مش من سعر اجهزة الفلاكشب بس عنده كاميرا رائعة جدا الانار متيل برو خيارك الاول بالنسبة للصوت سماعات السيريو الصوت ممتاز البصمة ممتازة وفيه شغل مهمة ضايفين تشيب ست خاصة بس بالاتصال C1 هاي عشان تحسن الاستقبال ففعليا الاستقبال والارسال والمكالمات يعني ما واجهت اي مشاكل مع هذا الجهاز مع انه عندي بالاستوديو بالعادي بيكون الارسال ضعيف جدا البطارية خمسة الاف ومتين مليا امبير مع شحن سريع مئة واط مع الشحن لسلكي ست وستين واط هاي مواصفات فلاكشب بس هالبطاري اذاها كان كويس ايام كثير كنت انام ولسه فيها جوس فيها يعني لما كنت اصور كثير واستخدم الجهاز بالشمس كنت احتاج اشحن مرة واحدة مع الشحن السريع هذا لذلك انا بعطي تقييم للبطارية جيد جدا واذا حسيت ما كفك الشحن السريع هذا اشي خرافي عن جد هيحل المشاكل فاداء البطارية بالعادة من آنر دائما ممتاز صراحة نيجي للاسعار طبعا فيه شغل بدي اذكر فيها قبل الاسعار اذا انت اشتريت هذا الجهاز اللي هو الانر 200 برو في الطلب المسبق كان فيه ثلاث هدايا كان فيه شاحن لاسلكي بقدرة مئة اطوات صراحة فخم جدا وايضا كان فيه ساعة من آنر بس حسا حقا ان شاء الله وكان فيه هذا الكفر الجميل لسه بتقدر تشتريهم اذا بدك تشتريهم لكن يعني للناس اللي عملوا طلب مسبق عشان المستقبل الطلب المسبق بيجي معها هدايا لكن آنر ضلت حاطة انه فيه هدية حتى ما بعد الطلب المسبق مع الopen sale لما بتشتري الانر 200 برو راح تربح او راح تاخد هاي الجائزة هاي الساعة بصراحة الساعة جميلة جدا انا البستها يعني عملت لها انباكسين صغير عجبتني كثير على اليد حلوة فعليا واعتقد سعرها بالاردن 119 118 دينار اردني فلذلك فكر في الموضوع كويس لانه بتستاهل نرجع للسعر نسخة البرو 459 دينار لنسخة 512 جيجا في عنا كما الانر 200 سعر بولش 309 دينار لنسخة الـ 250 12 جيجا و 359 لنسخة الـ 512 مع 12 جيجا رام اختار اللي بناسبك بصراحة انا كثير بشجع انك تختار نسخة البرو هتوخد تجربة كاميرا عن جد راح تعجبك هتوخد تصميم جميل بصراحة يعني شفتم تنسخة الريفيو لذلك انا بشجع انك تاخد نسخة البرو يعطيكو الف عافية بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء